السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم وحد الطبق مشرمل او دنجل مشرمل وحد طريقة اللي كتجي روعة لديدة جدا بطريقة مبسطة إلا بغيتوا تعرفوا معي طريقتي في تحضير هالطبق هذا فمع عليكم إلا تابعوني الى الاخير طبي على الحال ما تساونيش من جام وتبقى تجو الفيديو مع الاهل والأحباب باشتعوا مفائدة واستفد الجميع وكذلك ما تساونيش متعليق متعليقتكم الجميلة والرائعة اللي كتشجعني على عطا وعلى المزيد ولكن تنسوك تزوروا القناة لأول مرة فما تنسوش اشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باشتوصلوا بكل جديد بالنسبة الوصفة ديالنا عندي هنا دنجال عندي تقريبا ربعة ديال دنجالات اللي غصلتهم وقشرتهم وسنقطعهم الى مربعات او مكعبات صغيرة من بعد غدي نوضعهم في طنجرة ديال نضيف لهم الملح اللي غادي تملحهم بطبيعة الحال الملحة كتبقى على حسب الضوء والرغبة ثم غادي نعصر عليهم وحد النص ديال الحامضة فالدور ديال الحامض هنا انك يخلينا دنجال مما تلك حالش وما كيتأكسدش وما كيتغيرش لي اللون دياله وكذلك كيعطوه واحد الماضاق واحد الاضافة اللي هدز علوك هداء من اللي كنشرملوه هنا غادي نوضع الطنجرة فوق النار بعد ما غادي ننحركها مزيان غادي نغطي عليها ونسدها وغادي نوضعها فوق النار حتى كتغلي لما كتغلي كننقص عليها النار وكنخليها استدقيق وكنتفع عليها ونرجع معاكم من بعد غادي ناخد هنا واحد البصلة صغيرة بعد ما وضعت ستنجرة فوق النار كالطيب فهنا خليص بصلة صغيرة اللي قشرتها وغسلتها بطبيعة الحال وغادي نقطعها رقيقة يعني كنشلضها رقيقة على هاد الشكل هادا وكذلك غادي ناخد فلفلة حمرة اللي احتهي بنص الطريقة غادي نقطعها رقيقة وعندي فصوس من التوم عندي هنا ثلاثة ديال فصوس من التوم يعني فصوس كبار ثم أنا غادي نصوب هاد زعلوك هادا غادي نوجدوه في الطاجين كنوضع كميام زيت زيتون بعد ما وضعت الطاجين فوق النار وشعلتها ثم غادي نتحنى التوم عندي ثلاثة ديال فصوس من التوم ثم غادي نضيف الفلفلة و البصلة كيفما كتشوفوا معايا فأنا الفلفلقة تهرقيقة وكذلك البصلة وغادي نخليهم كيتشحروا على عافية متوسطة فأنا هنا غادي نخليهم كيتشحروا حتى كتطلق لنا الفلفلة اللون ديالها فالفلفلة هنا لما كنتشحروها في زيت زيتون كتطلق ذاك اللون الأحمر هو اللي غرضنا به كيفما كنتشوفوا معايا هنا بعدما خليتهم تشحروا مزيان غادي نضيف لهم شوية ديال الملحة ما كنا نكترج لأنني وضعت الملحة في الدنجال وهنا غادي نخلينا عريع اللي هم هكا الطاجين نخليهم كيتشحروا مزيان ثم غادي نطفي النار على الدنجال اللي صافي راهدا ستستديا لدقيق ووطفيت عليه النار غادي نحل على الدنجال نشوفوا هو شو واجد معانا ولا لا هنك شما كتشوفوا الدنجال ديالنا صافي ها هو واجد ها هو طب غير في موها دياله ما كنضيف له الماء نهائيا صافي هنا بعدما تشحرتم زيان البصلة والفلفلة والتومة غادي نضيف الكمية ديال البنجال اللي وجدتها من قبل فبهالطريقة را كنحصلوا على واحد زعلوك لكي يجي واعر بزافة البنات خطير جدا ولدي جدا فانا اكيدة لو جربتوه بادي الطريقة غادي نالاعجاب ديالكم وغادي نبقى مؤتمد عندكم هناك نضيف معلقة صغيرة من الكامون راس معلقة من سكينجبير اربع معلقة من الفلفل الاسود او لبزار اربع معلقة من الفلفل السودانية او الشونية وملعقة صغيرة من التحميرة او البابريكا وغادي نخلط مزيان التوابيل مع الدنجال ومع الخضر الاخرى وغادي نخلط غرب شوية باش هكي يبقلد نجال محافظ شوية على الشكل ديالو فما بغيتوش هكي يتسطحن كامل وغادي نخليوه يتشحر شي شوية فوق النار فهنا المكونات كل هرا هي طيبة خليوه يتشرمل شوية خليوه يتشرمل شوية ثم غادي نضيف هنا اه صلصة الطماطم اللي محضرها من قبل فهدي صلصة الطماطم سبق لي ونزلتها ونزلتها في القناة غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل هالفيديو في صندوق الوصف اللي بغات الطريقة ديالي فتحضير هالسلصة هادي اللي ما كتخطانيش دائما ثم كنضيف القصبر اللي قطعته ورقيق كمية مهمة هنا عندي من القصبر وغادي نخلط جميع المكونات صافي هنا غادي نخلط غادي نخليهم تقريبا واحد الخمسة ديال دقيق وغادي نطفع لهم النار فانا هناك هنحصل على واحد زعلوك اللي ناشف من الما فيش الما نهائيا كيف ما كتشوفوا معايا هنحصل على زعلوك ناشف هنه في اخر مرحلة بعد ما طفيت العفية او البوطة فاضفت خطوط من زيت الزيتون كي يعطي واحد الماضاك واحد الاضافة لها تزعلوك هدا وكان حصلو على واحد يعني دنجال مشرمل بطريقة واعرة بزاف والديد بزاف نتمنى تجربوها واتنى الاجاب ديالكم وكان هدا هو الطبق ديالنا بعد ما زينتوا بقي طعم الليمون الحامض والفلفلاء وخطوط من زيت الزيتون كان حصلو على طبق مشهي مقبلة رائعة جدا سنقدروها كنرفقوها مع اللحم او السمك او الدجاج فاي بقى لكم الاختيار بعد ما كملت فانا زينت لي الوجه ديالو من قليل من القصبر اللي احتفت بهم قطع وكان حصلو على طبق مشهي ولديد نتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم طب يا حالي لعجبكم مرة اخرى ما تساونيش من لايك ولكنتو كتزوروا القناة لأول مرة وكتكتشفوها ما تساوا اشتركوا معايا في القناة تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وما بقليلا نخليكم مع هد صور نقول لكم بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى